اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يقول ربنا سبحانه وتعالى ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ثم يقول هو الذي يصوركم في الارحام كيف شاء لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء كان يمكن ان يقول هو يصوركم في الارحام كيف شاء بدون الذي وكان ممكن يقول ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء الذي يصوركم في الارحام كيف شاء وكان ممكن يقول ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يصوركم في الارحام كيف شاء كان ممكن يحذف هو بس أو يحذف الذي بس أو يحذفهم الاتنين لكن قال هو الذي ليه ليه الكلام كلام تقيل القضية اللي حيطرحها قضية جمدة قضية وزن تقيل القضية خطيرة ده عاوز يقول انه ما من مخلوق يخلق الا يصوره الله تعالى وفق مشيئته في رحمة أمة سبحان الله قضية التصوير لهذا البشر قضية كبرى اعجاز مستحيل لا ولم يستطيع ان يفعل ذلك سواه احنا النهاردة في حقن مجهالي وصلوا الى انه يقولوا ممكن في الحقن المجهالي تختار نوع الجنين وعدد الأجنة عاوز تحقن أنثى يعني تطلع الناتج بتاع الحقن ده أنثى ممكن ذكر ممكن واحد أو واحدة ممكن توقم ممكن ده كويس لكن الصبغيات اللي هتصبع لون الشعر الرموش الحواجب البشرة الوجه الصبغيات دي مين اللي حيهندسها كيف شاء ليس إلا الله تكوين خلايا المخ مين حيحدد نسبها وعملها وانتظامها إلا الله مين حيتحكم في وظائفها إلا الله اتنين توأم مخلوقين الحمل بتاعهم سوا في بطن واحدة وتولدوا في ساعة واحدة واحد يطلع عالم عبقري فز والتاني يطلع ما بيعرفش جده للضرب أو أقل منه سبحان الله وتعالى أمور ده ده هيمنة إلهية لا إلهة إلا الله ولذلك التعقيم بتاع الآية الأخيرة جاي غطي ويزيل على المعنى تماما إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو بس ما فيش غيره الذي يصوركم في الأرحام كيف أشاء اليوظيفة هو الذي فاصل بعده ونغاصل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقد عدنا إلى حضراتكم من الفاصل تاني هو الذي هو الذي لازم أمام قضية التصوير في الأرحام وفق مشيئته يقول في الأول هو الذي ليه عاوز يقول هو وحده لا شريك له الذي يصوركم ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك ولو اجتمع الكون كله ويصوركم فعل مضارع لأن التصوير بيتم كل لحظة مئات وألوف فالفعل مضارع يفيد تجدد التصوير وحدوثه استمراره يصوركم في الأرحام طب ليه يقول في الأرحام ما هو التصوير بيتم في الأرحام ليبين مدى هذه القدرة التصوير بيتم والجنين داخل الرحام تمتد يد القدرة المعجزة فتضع معالم هذا الكائن في كل قطاع من جسمه وضعا معينا على وفت حكمة الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام ما دخل الأم في هذا التصوير ما دخل الأب في هذا التصوير من له أدنى دخل في هذا التصوير نبئوني لا أحد إلا الله لا أحد إلا الخلاق يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي كرم يا رب كرم لا مثيل له ولا حدود له الذي خلقك فسواك فعبلك في أي صورة ما شاء ركبك هذا التصوير لا يتدخل فيه أحد ولا يستطيعه أحد إنما هو فعل الله وحده لا شريك له عشان كده قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء على الطريقة التي يشاؤها على الصورة التي يريدها سبحان الله وتعالى والتصوير ده ده بيتم عليه حاجة كبيرة بيتم عليه أبسط حاجة القبول أنتو تقول كده فلان ده يا أخي له كاريزمة كده يعني تشوفه تحبه ده من تصوير الله سبحانه وتعالى وممكن فلان اللي بيتكلم عنه ده تلاقيه يعني ممكن أسود ممكن غليظ الشفتين ممكن أنفه كبيرة ولكن تلاقيه له قبول القبول ده نعمة هو الذي يصوركم في الأرحام شو بيقول هو الذي يصور فاعل يصور هو في الأرحام كيف يشاء فاعل يشاء هو كأنه كرر هو دي هذه المرات جميل برضو هنا هو التركيب نظام كان عاوز هو الذي يصوركم كيف يشاء في الأرحام إنما قدم في الأرحام لإثارة الدهشة أن هذا التصوير يتم في ظلمات ثلاث مكان التصوير مكان له دلالة في بناء العبارة لذلك قدم في الأرحام على كيف يشاء طيب فاصل بعده نواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد عدنا إلى حضراتكم من الفاصل يقول الله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم تخلي بالك أو الآيات ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم جميل الله لا إله إلا هو في آخر الآيات لا إله إلا هو يبقى مهد لهذه الآيات التي تحتوي على هذه القضايا بأنه لا إله غيره وهنا لا إله إلا هو هو بيذيل على الآيات بيقف على الآيات حيقلب صفحة هذه القضايا بقى أحقى لا إله إلا هو أحقها أحقاً ما إله فيه وقف بنفي الشريك عنه يعني ما هذا للقضايا بنفي الشريك عنه لا إله إلا هو ويعقب على القضايا بنفي الشريك عنه يريد أن يقول إنما بين لا إله إلا هو أولاً ولا إله إلا هو وآخرا يستحيل أن يعمله سوى الله سبحانه وتعالى لا إله نفي لكل ما يمكن أن يزعم أنه إله إلا هو استثنى ذاته فقط من هذا النفي العزيز الحكيم هناك قال والله عزيز ذو انتقام عزيز وهنا قال العزيز التعريف هنا للتعظيم للتعظيم والتفخيم جميل لا إله إلا هو العزيز غلاب ولا يغلب هناك قال بعد عزيز الذو انتقام لأن المقام مقام انتقام وتعذيب وتهديد إن الذين كفروا لهم عذاب شديد فرح قال والله عزيز يعني يغلب الجميع ويوقع العذاب الشديد كما يريد ذو انتقام لأن المقام مقام انتقام هنا بقى العزيز الحكيم حيصور في الأرحام كيف يشاء وهو لا يغفع عليه شيء في الأرض ولا في السماء من شأنه ذلك عزيز غالب لا يغلبه أحد لكن مع العزة حكمة فهذا يصور غليظ الشفتين لحكمة هذا يصور الدقيق الشفتين لحكمة هذا يصور واسع الفم لحكمة هذا يصور ضيق الفم لحكمة هذا يصور عريض الأنف هذا يصور مسنون الأنف هذا يصور أبيض البشرة قمحية البشرة خمري البشرة أسمر البشرة هذا يصور طويلا هذا يصور ربعة هذا يصور ممتلئا هذا يصور نحيلا هذا دمه نسبة القبول فيه سبعين في المئة وهذا نسبة القبول فيه 95% العزيز الحكيم العزيز يفعل ما يشاء لا يغلبه على قضائه وقدره غالب الحكيم قراره ينطوي على حكم دالغات هكذا أيها السيد أيها السيدات وأيها السادة نصل إلى ختام هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة أخرى قادمة بمشيئة الله تعالى تحياتي إلى حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة